تحت اشراف قضائي خلاص بلاش بقى المبالغة في التأييد والمبالغة ما لها يعني الموضوع مش محتاج ده كله خلي الناس اللي عايزة تؤيد الرئيسة عم في التحسسين تؤيده الناس اللي عايزة تؤيد اي حد من الفصيل المعارض تؤيده ما فيش اي مبرر انه يتعمل شيء غير طبيعي او ان حد يجود او ان حد عايز يخدم او ان حد عايز يتطوع الموضوع مش محتاج خالص خالص ان احنا نعمل شيء زيادة اصله يعني انت العالم كله بيبصلك سيبك من العالم انا عايز المصري يبقى عنده ثقة في الممارسة السياسية ما هو انت لو يعني لو حسسته انها هي هي وزي ما تيجي زي لا لا كل صوت يفرق انا صوت يفرق انا رايح الانتخابات ديات وهحط صوتي وحقول رايح انا صوت يفرق انما لغاية ما اوصل الانتخابات ما تقعسنيش بقى ما تحسسنيش انت شايف طب خلال شايف خلوا ادوا الناس فرصة جماعة تعبر عن نفسها في كل اللي على فاكرة التواريخ دي وهو الاخر وكل ده علشان يبقى فيه اشراف قضائي كامل ما هو تعالى بقى تخيل عكس لو كان جات هنا ايه مثلا يقولك ايه يقولك والله لا ما هو مش معاده والمعاد الجاي ده ما فيهوش اشراف قضائي كنت هتقول ايه طول ايوة انتش عايزين اشراف قضائي مش عايزين قاضي لكل صندوق انتو عايزين اميغا طب اهو فيه اشراف قضائي كامل يعني ارجو بس ان فيه ناس بتحب في وقت معين اي ده اللي انت عايزه بس بلاش انه يبقى فيه اشياء فيها فيه تراث مصري قديم قوي في الحاجات دي يعني والناس عايشة بيه المفروض بيحسوا انه الامور فعلا اتغيرت والامور مش محتاجة ده كله الامور محتاجة انه يبقى فيه اه شيء راقي شيء حضاري وانتو خرملينا نفخنا بالسبع تلاف سنة حضارة ومصر وام الدنيا ومصر كل ده طب خلاص اكت از ساتش يعني تصرف زي ما انت بتقول كده ان انا هعمل الناس ترجمة نانسي قنقر